اشتركوا في القناة كاتب وصحفي صالح الحكيم رئيس مؤسسة الحكيم للحوار والتعاون الدكتور فارس كمال نظمي باحث في علم النفس السياسي ديالوك مع صحفي مشرق عباس لكم التحية سنوات من الريبة المتبادلة غلفت مصير اي حوار ديني علماني في العراق مستوى التطرف الديني الذي ساد وتمدد في هذا البلد حول مثل هذا الحوار الى ترف بنظر من يمتلك السلطة والسلاح ومن غرقت البلاد تحت ظله ببحور الدم لا وقت الحوار ولا صوت فوق صوت المعركة والعلمانيون ملحدون والمدنية هي غطاء لتجميل العلمانية ماسونية صهيونية استعمارية لم يوفر صاحب القوة في هذا البلد تهمة الا واطلق سهامها على اولئك الذين يصفهم من باب التصغير بانهم تقبيطة كية العلماني المتطرف بدوره حول اي حوار مع الاسلاميين الى جريمة حاصر كل من يحاول فتح الحوار بالتهكمات احبط الهمم وساق التهم واهدر الفرص لكن في الوسط كان الحوار قائما بطريقة واخرى يتعثر وينهض وثمت من يؤمن به من الجانبين اذا حوار العلمانية والدين الممكن والصعب والوساطة المدنية محور نقاشنا لهذا اليوم نكمل لكن بعدها لكم التحية من جديد الحقيقة دكتور ابدأ معاك دكتور فارس بالحديث عن الممكنات وحسا نترك المحددات والصعوبات لهذا الحوار الحوار المفترض الدين العلماني انا شخصيا ربما كنت مخطئا ولكن وضعت يعني سقف لهذا الحوار هو السقف المدني بمعنى ان الحوار الديني العلماني يمكن ان يتم ويمكن ان يزدهر وينتج تحت سقف مفهوم المدنية الذي ممكن ان يتلاقى فيه الطرفان هل هذا ممكن بالفعل هل هناك ممكنات لمثل هذا الحوار ام اننا نتحدث يعني بضرب من الخيال في الواقع هناك اكثر من مقاربة لهذا الموضوع الجانب الاول هي المقاربة الاصطراحية والتي ينبغي ان نعمل عليها لكي نستطيع ان نفصل ونميز بين العلمانية والمدنية والديمقراطية والليبرالية والحداثة والى اخره هذا الجانب ربما الان من الصعب الخوض به في هذه اللحظة لكن لدينا الجانب الاخر او المقاربة الاخرى الاجتماعية نحن نعلم بان المفاهيم عادة لا تبقى حكرا على الاكاديميات وعلى الموسوعات ممكن للمجتمع في لحظات تاريخية فارقة يعيد هضم هذه المصطلحات الاكاديمية ثم ينتجهم بطريقة اخرى وهذا اليوم يعني ما يبدو لي انه يحدث اليوم في العراق المجتمع رغم كل سنوات الاستبداد السابقة ثم الطائفية ثم الاحتراب الاهلي لكن احنا اليوم بدأنا نشهد حوار بدأ الفضاء العام يمتلئ بآراء الناس واحدة من منتجات هذا الفضاء العام ان فكرة فصل الدين عن السياسة اصبحت فكرة مستساغة وبالتالي وليست بالضرورة علمانية او شيوعية او يعني هي الفكرة بحد ذات اصبحت موجودة اذا اردنا ان نضعها في الاطار الاكاديمي فنحن مضطرون للذهاب الى مصطلحات مثل العلمانية او الليبرالية او ال ربما اليسارية الى اخره ولكن اذا ما اردنا ان نبقى في الفضاء الاجتماعي وانا اعتقد هذا هو ما يهمنا اليوم في هذه اللحظة مفردة المدنية هي في الاصل غير موجودة يعني في الموسوعات الاكاديمية ولا حتى في الفكر السياسي هناك الدولة الحديثة هناك الدولة العلمانية الى اخره لعل يعني اقرب استخدام قريب من الاستخدام العراقي كان هو للمصلح الشيخ محمد عبده في نهايات القرن 19 استخدم هذا المصطلح قال بان الاسلام يقوم على دولة مدنية ولا يقوم على دولة اسلامية في محاولة انا ذاك لفصل الجانب اللاهوتي عن الجانب السياسي لاحقا استخدم ايضا من قبل الاخوان المسلمين في الخمسينات بوصف الدولة المدنية هي مناقضة الى الدولة العسكرية التي جاء بها يعني حركة 23 يوليو 52 في حينها لاحقا السلفيين اليوم ايضا يعتقدون بامكانية اقامة دولة مدنية ولكن اساسها الشريعة واللهوت الديني لكن بعد الربيع العربي الحقيقة وبسبب يعني حالة الاحتدام والحوار الواسع والمعمق الذي جرى في ميدان التحرير في القاهرة ويبدو ان هناك كان حس عام بضرورة ايجاد مساومة تاريخية بين الاسلاميين الذين نزلوا الى الميدان وبين اليساريين والليبراليين من هنا انبثقت محاولة يبدو انها محاولة المخيال الاجتماعي لاجاد منطقة وسطة لاحقا انتقل الى العراق خصوصا بعد 2011 بعد انتفاضة 25 شباط وبعد تموز 2015 اصبحت اكثر يعني وضوحا اعتقد نحن في هذه اللحظة بحاجة الى اعادة تعريف المدنية ووضعها في اطار غير مخدش لا الديمقراطي والعلماني واليساري ولا ايضا للديني الذي ما زال يعني يتمسك بسلطة القانون والدستور اسمح لي دكتور اعتقد هذا وصف دقيق ادنا خريطة لتطور المصطلح وبصرف النظر ان المصطلح نفسه لا اريد ان اخوض في مصطلحات لكن قد اشوف الصديقي سرمد اذا كان بالفعل هذا الحوار جاد على مستوى ويعني مقصود خصوصا على مستوى المدنيين انت خذت حوار مبكر مع شخصيات دينية وما زلت كما اعتقد اعتقد دكتور فارس ايضا خاض مثل هذا الحوار مع شخصيات تمتلك يعني بعد ديني بشكل او اخر كيف تقيم هذا الحوار مع من يمكن ان يتم الحوار من مقابل من نعم تحية لك والضيوف الكرام ولمشاهدي قناة نارتي الحوار هو مجال تفاعل ينقسم الى عدة مراحل في الحوار خاصة نحن نتحدث عن العلمانية العراقية والتيارات الدينية العراقية نعتقد انه هناك مرحلة اولى لابد ان اقطعها وهي مرحلة التعرف التعرف على بعض العلمانية العراقية ربما لأسباب تتعلق بتاريخ الحركة اليسارية اعتقدت ان مشكلة الدين انتهت في العراق منذ الخمسينات وصار العراق يقرأ في كل المشاكل الا المشكلة الدينية نادرا ما تجد مفكرا او مثقفا يهتم بظاهر الديني الا ان ظهور الاحزاب الاسلامية منذ التسعينات ربما الحركات الدينية جعلت المشغل الفكر العراقي يبدأ بالاهتمام بظاهر الديني ثم لاحقا يبدأ بالتعرف في البلاد والمنطقة مرحلة التعرف اعتقد اننا انجزنا فيها شوطن لا بأس به الحالة العلمانية بدأت تحاول ان تفهم ماذا يجري داخل المؤسسة الدينية داخل المعاهد الشرعية داخل مراكز القوى الاسلامية خاصة بالمقابل ايضا التيار الديني لم يكن على دراية كافية بما يحصل داخل الحالة العلمانية داخل الفكر العلماني فكر الحداثة لكنه ربما اخر ربع قرن بدأ هناك راغبة اكثر بالتعرف على الفكر الحداثة حتى انه ظهر لدينا علماء دين خبراء بفكر الحداثة بالفلسفة الحديثة بعلم الاجتماع بخبرة بمستوى جيد بدأوا يتعلمون اللغات الاجنبية اللغات الحية بدأوا بعضهم يهتم بالحضارات القديمة تاريخ الافكار بشكل عام هذه المرحلة تجعلنا نعتقد انه شوط من الاشواط تم قطع الحد الادنى من هو مرحلة التعرف دخلنا الى مرحلة ثانية ربما بدأت منذ 2011 بعد الربيع العربي هي مرحلة اكتشاف المشاكل المشترك وجد الجزء من العلمانيين انهم بحاجة الى ان يعثروا على طرف ديني متفهم يناقشون معه مشاكل تواجه هذا الطرف الديني وتواجه الطرف العلماني وكان هناك ادراك مشابه لدى بعض الاطراف الدينية ايضا فقطعنا مرحلة التعرف المتبادل وقطعنا ايضا مرحلة التشخيص ملفات مهمة تمثل مشكلة وعقبة امام الجانبين وبإمكانهما ان يبحث فرص عمل مشترك للتعامل معها لكن لحد الان لا توجد خبرة كافية لا لدى التيار الماني او المدني ولا لدى التيار الديني الموصوف بالاعتدال في ان يقوما بعمل مشترك فاعل جدا هما في مرحلة التدرب على القيام بمناورات هذا الريب يعني احنا مو بعيد تذكر بـ 2013 انا وانت كنا في النجف على سبيل المثال فكان سمعنا من بعض الاطراف شي عن مذهل طبعا يعني كانت فكرتنا مختلفة فجأة اكتشفنا انه بعض الرجال الدين هم يخافون او يخشون او يعتبرون انه العلماني او المدني هو لا يريد الحوار تذكر يعني كانوا يعني مستغربين انه انت ودى تحشون ويانا بشكل طبيعي ما تعتبرون كذا ما عروف هذه سبيتها مرحلة التعرف او انت سبيتها مرحلة الارتياب الطرفين يرتابون بعضهم وايضا تقريبا كل رجل دين يقترب من الاوساط الحداثية يتهم بانه بدأ مثلا ينحرف كل العكس ايضا صحيح اذا انا اريد اشوف سيد صالح تسمعنا استمعت الى الحوار سيدنا انت رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون وبالتالي ثيمة ما تقوم به هو اعلاء الحوار في اطار هذا الوصف من قبل زملائنا في الستوديو لواقع الحوار الديني العلماني كيف تراه من وجهة نظر يعني المؤسسات الدينية والمنظومة الدينية كيف ترى ممكنات مثل هذا الحوار تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكر لكم على هذه الاستضافة في هذه الشاشة المتألقة وأود أن أبارك لأبناء شعبنا هذه الانتصارات الكبيرة التي حققها أسود العراق وأيضا أعزي جميع أبناء العراق بذكرى استشهاد مولانا الإمام علي ابن ابي طالب سلام الله عليه بالواقع الذي سمعت من الإخوان حقيقة مفرح جدا ويدل على نضج كبير نحن بحاجة إلى هذا الفهم موضوعة الحوار هي موضوعة العقلانية لذلك نحن اخترنا لمركزنا أن يكون مركز الحكمة للحوار والتعاون كي يكون الحوار هو الجسر الواصل إلى محطة أخرى وهي التعاون التعاون مبني على أساس واقعي وهو التعايش المشترك الإنسان يجب أن يفكر في التعايش كحقيقة واقعة وقائمة ما يمكن البشر يبقون يتصارعون الحالة الطبيعية عند البشر هي حالة الوئام والسلام هذا السلام يحتاج إلى فهم للتعايش السلمي أحد علمائنا في النجف الأشرف يعبر يقول نحن كعراقيين نجلس على بساط واحد هو العراق إذا كل واحد مننا يريد أن يسحب البساط إلى نفسه معناه يتمزق البساط يجب أن نتفق على عيش مشترك كي نعيش سوية إذن هو ضرورة لكل إنسان يفكر ولكن وصف الحوار العلماني والحوار الديني أتصور ليس بين مؤسستنا في النجف الأشرف وبين الإخوة العلمانيين أو المدنيين أو أي صفة أخرى هناك تعارض أو عدم انسجام بالواقع لماذا؟ أنا أعتقد أن المشكلة ليست في المؤسسة الدينية وليست في المجتمع المدني المشكلة الحقيقية في العراق هي في الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية حينما أخذوا الإسلام ووظفوه في بازار السياسة لذلك إذا أنا أسأل اليوم أي إنسان علماني في العراق هل عنده مشكلة مع الدين؟ ليس له مشكلة مع الدين هل له مشكلة مع المؤسسة الدينية في النجف الأشرف المرجعية الدينية يقول ليس لي مشكلة بالعكس أنا سمعت من الإخوة التيار المدني هنا في بغداد سمعت أنهم يستمعون لخطابات آية الله العظمى السيد السيستاني ويعتبرون خطاب السيد السيستاني هو خطابا وطنيا يهمهم أيضا كما يهم الآخرين إذن المشكلة في التيارات السياسية أو الأحزاب السياسية هذه الأحزاب التي لم تبنى على أساس ديمقراطي بالواقع بنيت على أساس الفكر العشائري والفكر الدكتاتوري مشكلة العراق الحقيقية هي مشكلة العقلية الدكتاتورية التي نشأنا عليها تربينا أجيال على هذه لذلك على المثقفين وهذا الوصف علماني وديني الصور هو وصف يعني إذا نتكلم عن الأديولوجيات فهي الآن غير مطروحة يعني لا الدين يريد يسوي دولة دينية ولا العلمان يريد يسوي دولة لا دينية وضد الدين إذن الاثنين ملتقين على دولة مدنية فيبقى الأديولوجيات والمبادئ هي قضية شخصية ليست مؤثرة في أصل التعايش والحوار لكن سيدنا إذا تسمح لسيدنا بالنهاية هذا الفهم لا يطعم به المثقف في الحقيقة مثل ما حضرتك تفضلت يطعم به الحزب السياسي الحزب اللي حاول يصف المدني يصف العلماني بأنه هو ملحد يصفه بأنه هو كافر بأنه هو عميل وإسرائيلي وصهيوني وماسوني هذه الاتهامات لا تجدها بالمقابل لدى المدنيين سوى أن هناك اعتراضات واضحة على التدخل المفرط يعني ادخال الدين إلى جو السياسة بشكل مفرط بالعراق خلال الفترة الماضية دقيقة إذا أمكن نعم بالطرف المقابل أيضا هناك تطرف ولكن على المستوى السياسي أما على المستوى الفكري إذا عزلنا الموضوع عن السياسة فهناك يعني لا أجد فارقا أساسا وليس أقول أنه هناك فوارق بسيطة إذا حولنا الأديولوجية إلى أمر خاص يعني أنا متدين هذا الدين لي بيني وبين الله وذلك الإنسان له منهج آخر كل المناهج محترمة حينما نصمم على التعايش السلمي إذن ما عندنا مشكلة حقيقة ولكن هناك كما تفضل الأخ سرمد هناك نحتاج إلى نضج لهذه الفكرة إلى حوار أكثر إلى يعني عمل جاد ونعتبر نحن أنا أتحدث الآن عن المؤسسة الدينية الحوار بالنسبة لنا هو شيء ثانوي لم نتخذ الحوار على أساس أنه أصل البناء في الجانب الفكري مع أن نصوصنا الدينية تؤكد على أن الحوار هو مسلك الأنبياء هو المؤدي إلى السبيل الأفضل في حرية الفكر اللي هي المقدس الأول عندنا في الشريعة الإسلامية حرية الفكر ولكن لم نتخذ هذا إلا شيء من الترف الفكري أو بإصطلاح هذا نقول مستحب مثلا ولم نهتم بهذا الجانب اهتمام حقيقي ممكن ظروفنا كعراقيين مرت علينا ظروف غاية في الصعوبة جعلت الحوار شيئا كحلم وليس حقيقة إذن نحن بحاجة إلى تكتيف الجهود من أجل الوصول إلى مفاهيم مشتركة يعني أنا أعتقد في طريق إلى تجاوز الخلاف يعني الآن خلاف شيء محدود أصبح سياسي وليس فكري في الجانب الفكري نحن نلتقي ووجدنا حين اللقاء أننا لا نختلف أبدا في سيدنا إذا تسمح لي الأديولوجيات ما عادت هي حواجز بيننا نعم إذا تسمح لي سيدنا أنا أشكرك وأبقى ويانا وانقل الحوار للدكتور فارس دكتور الحوار ممكن طبعا ويرغب به الجميع ويريده الجميع وكذا لكن مشكلة هذا الحوار هو الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية إن وجدت يعني أنا ما أعرف في العراق إذا أكو أحزاب العلماني بس الأحزاب الدينية بنهاية أنا أريد أن أسأل أنت شخص نظرت كثيرا للاحتجاجات واللقاء الجماهيري والأقلية الهائلة يعني كما تسمى الموجودة بالشارع والمثقفين وغيرهم هل هناك مطلب واضح من قبل القوى والتيارات العلمانية المدنية سميها ما شئت بمنع الأحزاب الإسلامية من التصدي إلى السياسة بمعنى إلغاء فكرة إيجاد حزب إسلامي نعم لنطمئنهم يعني جز يعني ما أعرف طبعا يعني هذه المسألة فيها أيضا جانب دستوري وقانون الأحزاب طبعا سمح بهذه القضية بس أعتقد اليوم حوارنا يقع في فضاء هو أوسع من الدستور في فضاء المجتمع والحركات الاحتجاجية الحركة الاحتجاجية تذهب إلى مبدأ المواطنة ومبدأ المواطنة باعتبار ركن أساسي في الدولة المدنية المنشودة هو أكيد يعني لا يقبل بوجود أحزاب على أسس أثنية سواء كانت دينية أو عرقية أو مذهبية إلى آخره ولكن طبعا الوصول إلى هذا الهدف لم يعني يتحقق برمشة عين أو بجولة انتخابية واحدة نحن بحاجة إلى عمل ثقافي وعمل حداثوي يعني بعيد المدى لكن بشكل عام نعم الحركة الاحتجاجية المدنية تدعو إلى مسألة فصل السياسة عن الدين وليس فصل الدين عن المجتمع أو عن الحياة الروحية للناس هذا أمر وهذا أمر آخر الفضاء الشخصي للإنسان في الدولة المدنية يبقى مليئا بالعبادات وكل الطقوس الدينية التي هي ملك إلى كل إنسان سواء كان من هذا الدين أو ذاك الدين أما الفضاء العام فيصبح مشتركا بين الجميع بين الأقليات وبين الأكثريات وفق معايير مشتركة تحترم الجميع ولا تسمح بتغول هذه الجهة على تلك الجهة ما هو الضمان لهذه المعادلة بين الفضاء الشخصي والفضاء العام دولة تكون نحايدة بين كل الأديان لا يجوز لا يجوز استخدام الحزب يعني الحزب الفلاني يستخدم أيديولوجيا دينية ذات أساس مذهبي أو ربما حتى عرقي في يعني في إدارة شؤون الدولة البعض يقول إذن أنت تتحدث عن العلمانية يعني في النهاية وقال هذا نعم أنا أقول نعم هذا في جزء إذا طبعا إذا ما فهمنا العلمانية ما هي العلمانية للأسف هناك يعني ما يسمى بالأدبيات الاجتماعية بالجهل المقدس هناك جهل عام في في المجتمع العراقي وخصوصا في المجتمع الديني المنغلق وليس المنفتح على أساس أن العلمانية هي مرادفة إلى الإلحال إلى نقض الدين وطرد الدين وما إليه وطبعا هذه واحدة من الأخطاء الشائعة هي مصطلح يختص بتنظيم شؤون الدولة فقط ولا يختص بالمعتقدات الشخصية ممكن للعلماني أن يكون متدين جدا ويمكن للأسلام أن يكون علمانيا وبالتالي فإذا كانت الدولة المدنية فيها جزء علماني ولكن فيها أجزاء أخرى هي ليست منصل بالعلمانية يعني مثلا الديمقراطية الاجتماعية إعادة توزيع الثروة الضمانات الاجتماعية العدل الاجتماعي حماية المحرومين حمايات الفقراء شبكات حماية اجتماعية هذه جزء من الدولة المدنية هذه ليست يعني مقتصرة أو أنها لا تشترط يعني أو أنها ليست واحدة من شروط العلمانية هذا الجانب راح يخلينا في إطار أوسع بمعنى أن الدولة المدنية هي تشمل العلمانية ملافع لها شروطا أخرى أخرى أنا نكمل بعد الفاصل فاصل أعزائي ونحود لكم التحية من جديد وما زلنا في الحوار العلماني الديني والوساطة المدنية وشوف طبعا كان دكتور فارس يتحدث بشكل دقيق عن وجود اشتراطات في المدنية لا تتوفر يعني هي أبعد من من مصطلح العلمانية وحدة هناك اعتبارات ورؤى يتم إضافتها لتأطير المفهوم المدني وهذا اللقاء المدني تحت ضل الدولة أعتقد البارحة تحدثنا نيوك يمكن في مطولا عن فكرة المدينة وتأثيرها وقيم المدينة وشنو علاقتها بهذا المفهوم أعتقد عندك أفكار لتأصيل المفهوم المدنية أكثر باعتبارة جزء من أجزاء هذا الحوار هو إذا ردنا على التعبير الأدبيات القرون الوسطى أن نحرر محل النزاع يعني نحن نتحدث عن ماذا باختصار دائما نقول أصدقائنا الإسلاميين شركائنا أبناء وطننا الإسلاميين إحنا علمانيين وأنتم إسلاميين عايشين في بلد واحد نقدر نعيش سوى لو لا نعيش سوى تحت حكمكم لو تعيشون تحت حكمنا لو نلقى صيغة وسط للعيش المشترك مثل ما كل المجتمعات المتحضرة المدن فيها هي عبارة عن إطار يصهر التناقضات وينتج من هذه التناقضات لوحة جميلة فريدة الآن دائما نضرب مثال بمدينة مثل إسطنبول على سبيل المثال أو ربما بغداد في بعض عصورها الذهبية المتعلقة كنا نقول يعيش فيها المجوسي والمسلم والمسيحي وأبو نؤاس والفقهاء بكل بذابهم هل يمكن أن نعثر على طريقة لنعيش معا نعم منتهي من هذا الإمكان النظري لماذا لا نعيش معا بطريقة منسجمة هنا هنا تسكب العبرات كما يقال نحن أمام تشدد إسلامي يفرض تشدد ديني أكثر من إسلام يفرض هيمنته على مفاصل حساسة بحيث أنه يحاصر التيار الديني الإصلاحي التيار الديني المعتدل هو تيار محاصر في كل العالم الإسلامي هناك فقهاء شجعان هناك علماء مؤمنين بضرورة التعايش مع الآخر الثقافي والآخر الديني لكنهم مفروض عليهم حصار شديد حتى حين نتحدث عن مراجع كبار لا تتصور أن هذا المرجع الذي يمتلك سلطة كبيرة روحية ويستطيع بكلمة واحدة أن يخمد حروب أو يشعل حروب هذا المرجع لا تتصور أنه حر هذا محاصر كثيرا معروف في تاريخ الفقه الإسلامي أن أكبر فقهاء المسلمين كانت لديهم آراء لم يكتبوها أو كتبوها ولم ينشروها أو انتشرت ثم تراجعوا عنها بسبب وجود تشدد ديني كبير يريد أن يضربهم دائما وبسبب وجود سلطة هذا الجمهور الجهل المقدس الذي عبر عنها دكتور فارس هذا الجمهور يضغط كثيرا على المصلحين لذلك السؤال المطروح على العلمانيين وعلى الاعتدال الديني أيضا كيف نجد طريقة نخفف فيها القيود التي تضرب على التيار الديني المعتدل ونشجعه على أن يقترب يتقدم خطوات إضافية نحو أشياء واضحة مو بس نقعد شعارات وهو حوار ديني مدني لا الحوار هذا عندنا طريقة حياة مدنية نصف الدولة نصف شكلها نصف آلية الحكم كيف هي الحريات العامة بالضبط موضوع الحريات الفكرية والحريات العامة والخاصة هذا موضوع اختبار هذا العمود الفقري للفكرة المدنية من نهاية اختبار كبير للتيار الديني المعتدل الذي لم يتقدم بخطوات كافية حتى الآن في هذا الإطار في المنطقة وفي العراق بشكل خاص ويراوغ أحيانا بصراحة يراوغ بدليل سلسلة من القوانين كلها لانتجت بالفترة الأخيرة وفي ظل ادعاء بعض القوى السياسية حتى بعضها في ساحة التظاهر بأنه هي لديها هامش للقاء مع المدنيين وفي نفس الوقت تصوت على قانون البلديات الذي المعروف بطريقته وآليته وبنفس الوقت يتم تمرير يحاول بعض الأطراف تمرير قانون حرية التعبير الكارثي الذي يلغي حرية التعبير يعني أنا أشكرك سرمت وأريد أنتقل بالنقطة اللي توقفت حضرتك إلى السيد صالح حول البيئة الدينية يا سيدنا هناك من يقول أن ليس فقط كما تحدث زميننا سرمت عن وجود ضغوط على رجال الدين المعتدلين أصحاب الفكر الحر لمنحهم من الإدلاء بهذه الأفكار وتغيير المجتمع لكن هناك من يعتقد أن المؤسسة الدينية التقليدية المعتدلة في النجف يتم بشكل أو آخر استخدامها سواء أرادت أو لم ترد مع إغلاق السيد السستاني الباب أمام القوة السياسية مع تأكيده بشكل مستمر رفضة للتطرف رفضة لاستخدام الدين كمعبر للسياسة رفضة لبعض المحاولات لربط ربط اسمه واسم المرجعية بوزراء ونواب وغيرهم وقوى سياسية رغم كل هذا ما زال الدين يستقدم كمعبر لقوى وشخصيات سياسية تدعي وتقول وتفترض وتوهم الناس أحيانا بأن هذا هو رأي المرجعية وأن هذا مدعوم من المرجعية وأننا لا نستطيع أن نمر تخيل يا سيدنا لما مرر قانون البلديات هذا القانون المريب لما مرر قال المدعي الشخص الذي مرر القانون وهنا في البرلمان قال اليوم أوفينا للمرجعية إذن وهذا الحال كيف يمكننا أن نقول أن هذا الطرف المعتدل على الأقل في النجف يمكن أن هو مطالب أيضا بأنه يوضح الأشياء بشكل أفضل ولا يعني يترك كل هذه المنافذ والمآخذ لاستخدامها من قبل الأطراف السياسية ماذا تعلق يا سيدنا أستاذ مشرق هذا صحيح اللي تتفضلون به أنا أعتقد أنه عندنا تقصير أو قصور من الطرفين أولا المثقف المدني أو العلماني يجب أن يفرق بين المؤسسة الدينية أو المتدينين وبين الإسلام السياسي إذا أراد أن يخلط ويحمل المسؤولية بشكل عام معناه هو أوجد فصل بين المتدين وبين الخط العلماني وهذا خطأ كبير نعم مؤسسة الدينية في النجف الأشرف هي واضحة الخطوط والمعالم الإسلام السياسي هو الجماعة أو الأحزاب التي تريد أن تشكل حكومة إسلامية النجف لا تريد هذا المعنى ولم تدعو لهذا وإنما دعت إلى صناديق الاقتراء واحترام رأي الناس إذن التفريق سيد السلام دعا إلى دولة مدنية يا سيدنا دعم بشكل صريح نعم 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 صحيح أصلاً نحن لا نعتقد بقيام دولة دينية في غياب الإمام المعصوم فإذن فإذن إحنا متفقين مع الناس المدنيين والديمقراطيين ولكن يحتاج الإخوة إلى عدم التعميم في الحكم المشكلة هي بالواقع ليست مع المتدين هي ليست مع المسلم وإنما مع الإسلامي هذا التفريق الحقيقي إذن إخوان نحن نشعر في بعض الأحيان من الخطابات أنه من خلال الصراع مع الإسلاميين يريدون أن يسقطوا الدين وهذه مشكلة يجب أن يطمئنون أنهم يحترمون ما نؤمن به حتى تكون هناك أرضية لتبادل الثقة هذا شيء مهم كنقطة أولى نحن بالنسبة لنا بادرنا بأكثر من خط يعني نفس مرجعية السيد السستاني الله يحفظ ومبادراتها وسلوكياتها والسيد الحكيم وبقية المراجع الموجودين في النجف الأشرف أعطوا رسائل مطمئين لجماهيرهم ونحن حاولنا من خلال مركزنا والمراكز الأخرى أن نفهم أن هذا ليس تكتيك والمفروض نحن الآن كإسلاميين سمينا إذا الإخوان يسمونا بهذا الإسم الخاطئ نحن أقوى ما نحتاج للحوار وإنما نحن نعتقد بالحوار كأسلوب حياة وليس تكتيكا مرحليا بالواقع هو بخلاف مصالح الإسلاميين الآن ونحن نطرح نعتبر أبنائنا الحوزة المراجع يعتبرون أبنائهم من الجميع ما عنده فرق بين مسلم ومسيحي وصابئ وإيزدي ولا ديني حتى أنا أذكر مؤتمر كان عندنا في الفاتيكان للحوار الديني السيد المرجع سيد محمد السعيد الحاكم الله يحفظه قال نحن الهدف من الحوار هو التعايش إذا كان التعايش إذن لا نحتاج إلى حوار ديني نحتاج إلى حوار بشري إنساني حتى اللي ما عنده ديني يجب أن نتحاور معه لأنه هو شريك في الوطن شريك بالإنسانية بالنتيجة رسائلنا واضحة فقط نحتاج إلى تواصل نحن بصريح العبارة نشعر أن الإخوان يتعاملون بحالة من الاستعلاء أنه هذه الحوزة أو المرجعية هذولا ناس تقليديين بسطاء يردون يصلون ويصومون وما يعرفون بالحداثة وما يعرفون بالتطور إذا هذا اللغة يتعاملون الشركاء نبيها من استطيع أن نصل إلى قواس مشتركة الحوار الحقيقي يا أستاذ مشريق هو الإنسان يأتي للحوار وهو بحالة متساوية يشعر أنه متساوي مع الآخر ويشعر أنه ما عنده مبادئ خلفية معينة لا يريد أن يتنازل عنها في الحوار يجب أن يأتي يشعر أنه متساوي مع الآخر وأنه يستطيع أن يأخذ من الآخر هذه الأرضية إذا ما استطعنا أن نوجد يعني نسميها آلية آليات معينة بحيث آليات الحوار المنتج آليات الحوار المنتج أولا الشعور بالتساوي الشعور بأنه أنا أأتي إلى الحوار وأنا مستعد لتغيير مفاهدي إذا كان خلي أنقل هاي الملاحظة سيدنا هاي بتعايش كضرورة نعم خلي أنقل هاي الملاحظة سيدنا إلى زملائي هنا وشوف رأي الدكتور نعم يعني دكتور أنت تعرف بالفعل أكو نوع من التعالي هذا هكذا شعرنا ربما بالنجف أو الإحساس بينه الأطراف الدينية أو الأطراف البدنية والعلمانية واليسارية تنظر إلى المؤسسة الدينية بتعالي هل هذا واقع حسيت به وهل هناك بالفعل مثل هذا التعالي وقد يسبب انقطاع الحوار أولا أشكر السيد صالح الحكيم الحقيقي لأنه اختزل الكثير من الأمور التي كنا نودع نقولها وأيوان تمكن من تشخيص كثير من هذه النقاط التي تحتاج بالفعل إلى يعني شرح وإلى طمأنة يعني كما هو سماها هناك مشكلة هي في داخل الإطار المدني يعني لكي ننقل الموضوع إلى طمأنة المرجعية هناك أيضا مشكلة أن الحوار هو غير يعني مفاعل بشكل كافي داخل الإطار المدني هناك يعني جزء يتمسك بالعلمانية داخل المدني على أنها هوية وليست عمل بمعنى مشروع إلى تنظيم دولة يعني هو يريد أن يقول أنا علماني فقط وبالتالي فهو هنا يكون في حالة اصطدام أيديولوجي أو أو يعني هوياتي مع الطرف الآخر وهذا بالفعل قد يحدث مشكلة أو قد يجعل الحوار غير يعني ممكن تفعيله بسهولة مع الفضاء الديني لكن أنا يعني أرى اليوم أن الجزء الأعظم من الفضاء المدني في العراق بات يعني يفكر اتجاه الفضاء الديني باتجاه يعني عملية بناء دولة ليست عملية هويات نحن بحاجة إلى بناء دولة وبالتالي فنحن بحاجة إلى حوار مع يعني الطرف الآخر دكتور السؤال أنتم في النهاية المدنيون العلمانيون لما أردتم التحاور لم تذهبوا إلى المؤسسة الدينية التقليدية البعيدة عن السياسة لا ذهبتم إلى طرف سياسي للتحاور مع نحن نتكلم عن التيار الصدري مثلا لا يمثل هذا خلل أنه أنت تذهب إلى طرف سياسي بدل ما تذهب إلى المؤسسة الفكرية حتى توصل إلى مساحة مشترك يعني عملية الاقتراب أو التقارب هي حدثت بعد 2015 مع كل الجانبين مع مرجعية السيد السستاني وأيضا مع قيادة التيار الصدري يعني كان هناك يعني عمل بالاتجاهين لعله أنه طبيعة الاحتجاجات والتظاهر في الشارع ربما يعني غلبت التقارب ذو الهوية أو ذو الأثر السياسي أكثر من التقارب ذو الأثر الحواري أو الفكري بس نحن في نهاية الأمر لكي نكون يعني صريحين المرجعية نعم أنها تدعم يعني عملية بناء دولة مدنية وحقوق المواطن وإلى آخره ولكن في نفس الوقت لكي نكون يعني متوازنين في الحديث في 2004 و2005 مع بداية تأسيس العملية السياسية كان هناك يعني فلنقول أنه حدث خطأ تقييمي لدى المرجعية عندما اعتقدت بأن دعمها وإن كان محدود للإسلام السياسي سيمنحها قوة وهذا أتى طبعا أو حماية أيضا كان في مشهد خوف وأمريكان موجودين ومستقبل غامض هذا الخطأ التقييمي الذي يعني أدى إلى أنه يكون الثمن الذي دفع في مقابلها أيضا باهظا بعد حوالي عشر سنوات 2015 اليوم المرجعية ترى بأن لم يعد بالإمكان دعم الإسلام السياسي أنا أعتقد نحن بحاجة إلى شيء أكثر من ذلك من المرجعية نعم نحن بحاجة أن ما يسمى بنزع الشرعية عن الإسلام السياسي لا أقول الشرعية الدينية ما تعتقد هذا فعلا وإنما الشرعية الدولتية وهذا يحتاج إلى طبعا إلى جهد وإلى حوار حوار داخل المرجعية حوار داخل الفضاء الديني بين جماعات السياسية الدينية والمرجعيات فضلا عن الحوار المدني إذا تسمحي دكتور فارس أرى سرمد رأي به هذا النقطة تحديدا هل بالفعل المرجعية الفكرية التقليدية التي هي بعيدة عن المنهج السياسي أو السياسة كممارسة واشتغال هذه المرجعية مطالبة اليوم بعد إذا سميناها بين قوسيا خطأ 2005 رغم أنها المرجعية في الحقيقة قامت بسلسلة من الخطوات لإبعاد الوسط السياسي والحديث عن ومقاطعتها ومنع دخول السياسيين إلى براني السيد وما إلى ذلك لكن أيضا نشاهد أن السياسيين ما زالوا يتدفقون بشكل أو آخر على برانيات أخرى في النجف هل بالفعل المرجعية مطالبة بخطوة إضافية مثل ما يقول دكتور فارس بنزع الشرعية معقول عن الأحزاب عالم الخيارات السياسية هو عالم يتطور وينضج ليس في العراق فقط وليس في النجف وليس في بغداد في كل العالم يعني عالم تجربة وخطأ لذلك لا يوجد سياسي في العالم أو شخص مشتغل في مجال سياسي يقول أن جميع خياراته هي خيارات معصومة وصحية يحاولون أن يتعلموا من الأخطاء ولا خيار في هذا تبرز الأمور والمصاعب بشكل أكبر في بلد مثل العراق عاش سنوات طويلة جدا من غياب العمل السياسي كنا نحكم بالحديد والنار ماكو سياسة فجأة اندخلنا عالم السياسة صار علينا أن نجرب لكن لا أعتقد أيضا أن المرجعية ستقترب من اتخاذ قرارات تمنح شرعية أو تنزع شرعية إذا كانت كنا نقول أن الفاعلين السياسيين في العراق نضجوا فإن جزء من نضوج المرجعية أعتقد سيقودها إلى الصمت أمام كل هذه الخيارات وحث الناس على أن يختاروا الصمت المنتج إذا صح نعم لكن أنا أعتقد من ناحية السياسية هناك شركاء إسلاميين كثيرين نشترك معهم مثلا عملنا كناشطين وكتاب وكأحزاب علمانية عملنا مع الإسلاميين المعتدلين في محاربة الإنقسامات الطائفية المرجعية بذلت جهدا كبيرا في محاربة الإنقسامات الطائفية لنسمي سيد مقتدر الصدر لنسمي مبادرات كثيرة لسيد عمار الحكين كوادرهم عملوا كثيرا في لحظات خطيرة ضد سياسات نور المالكي أخطاء نور المالكي مع العبادي أيضا وهو رجل إسلامي يمكن أن يصر عمل كثير فيما يتعلق بأزمة نينوة وما إلى ذلك سياسيا هناك تقارب ممكن ولا أحد يخشى منه في المواقف السياسية التي تحاول لكن على المستوى العام والفكري لكن على المستوى مستوى التعايش الاجتماعي والثقافي هناك خوف وقلق وحذر لا أحد يريد أن يثير القضايا قضايا الخلاف بين المدنيين والدينين أو بين العلمانين والتيار الدين المعتدل ويتحارشون بشكل دائم يعني باثين قبله مدينة كبيرة مثل البصرة يفرض فيها التيار الديني والمجتمع الديني قيودا غير مبررة على مدينة حقيقية فيها سينمات وفيها قاعة تزلج وفيها اختلاط وفيها جامعة يعني سرمت عندي فقط يعني للأسف باقي يعني ثلاث دقائق أريد أشوف رأي السيد صالح بهذا الطرح بقضية حدود تدخل المرجعية وأرجع لأخذ يعني دقيقة أو أقل من كل ضيف فبدقيقة سيدنا هل هذا معقول هل هذا ممكن هل المرجعية بالفعل مطالبة بخطوات هي للتقدم سواء باتجاه المزيد منه بعاد الأحزاب الدينية أو باتجاه تقريب ربما القوى المدنية منها أو فتح حوار وباشطة نعم أولاً أنا أشكر الدكتور فعلاً يعني هو شخص أبور صحيحة أتفق معه تماماً ونحن أيضاً في طور نضج وأخطاء موجودة طبعاً ولكن أنا متأكد أن مرجعية النجف الأشرف تتصرف بحسنية وليس لها أغراض خاصة أو سياسية هذا ليس يعني إذا رأينا إذا المرجعية الدينية رأت المصلحة في ذلك تخطو ما عندها خوف أو خجل من أحد ولكن نحن من جملة مبادئنا أننا لسنا مؤسسة سياسية إذلك ما ندخل في التجاذبات السياسية دورنا هو دور فكري ديني الحفاظ على الشريعة الحفاظ على الأخلاق الإسلامية القيم الإسلامية وهذا ننظر إلى الجميع بنظرة واحدة هم نحترم كل الاختصاصات نحترم كل الاتجاهات لكن لا ندخل باختصاص آخر نريد أن نبقى على اختصاصنا ولكن نتعاون مع الآخرين كأفراد بالمجتمع نعم المرجع بالحقيقة صحيح دور الفتية والقضاء وحل الخصومات ولكن هو يمثل حالة أبوية في المجتمع لأن الناس تثق برأيه إلى منزل اجتماعية فلذلك من واجباته يرعى الناس يقف معهم يلاحظ مشكلاتهم يدخل في الحل ولكنه غير صحيح أن يكون طرف في صراعات كل الإخوان هم أصحاب اختيار وهذا الاختيار محترم ويبقى الرأي للصندوق هذا الذي تؤكده المرجعية الدينية هذا الناس يجب أن يقرروا ماذا يريدون نعم أنا معك تماما يا سيدنا للأسف الوقت داهم وانتهى ونفذ بالفعل الصندوق لكن الصندوق للأسف متأثر بجملة كبيرة من العوامل والضغوطات واحدة من هذه العوامل هي الدين واستخدام الدين والكفر والإلحاد واستخدام هذه الشعارات استخدامها بشكل سلبي لغراب انتخابية أنا فقط ثواني إذا تسمح لي نعم أنا ثواني إذا تسمح لي بس هذا يدل على أن الإخوة في التيارات المدنية المحترمة يجب أن يتواصلوا مع الحوزة العلمية الآن لاحظوا إحنا مؤتمرات عدنا الآن عشرات المؤتمرات مع جامعات الغربية وهم يتواصلون معنا أنا ببدي أن إخواننا اللي إحنا شركاء في الوطن أن يتواصلون أكثر مع الحوزة العلمية والله يا ريت يا ريت دكتور بأقل من دقيقة دكتور اليوم الثقافة السياسية للمجتمع العراقي بتقديري أصبحت متقدمة على جماعات الإسلام السياسي وحتى على أداء المرجعيات بمعنى هنا أتحدث ليس بإطار سياسي فقط وإنما بإطار حداثوي واجتماعي وفكري تاريخي فبالتالي إذا رح تبقى هذه القوة سواء كانت المرجعيات أو المساة التقليدية أو جماعات الإسلام السياسي متخلفة عن الأداء المجتمعي فنحن ذاهبون باتجاه انقسام واحتراب سربت كلمة أخيرة بأقل من دقل أعلق على السيد فقط قال إحنا الإسلاميين ما نحتاج للحوار مع العلمانيين أنا أعتقد أن التيار الإسلامي المعتدل بحاجة ماسة إلى الحوار قال مع العلمانية العراقية يعني لو كنا يعني ما نستخدم وإحنا أقوياء بالمجتمع لكن مع هذا إحنا نريد الحوار لا أنا أعتقد هو في مواجهة تيار التشدد الذي يهدد جميع المعتدلين لا بد من حوار بين العلمانية والدين في العراق الأسبوع المقبل شكرا لكم